إذن نشأة البوليثاريو كانت هبة شبابية مستت تقريبا جميع مناطق تواجد أهل الصحراء نقولها هبة شبابية مستت جميع مناطق أهل الصحراء انطلاقتها كانت من المغرب وعصارت أفكارها من أبناء المقاومين اللي كانوا يقاوموا في الخمسينات من نجل استرجاع الصحراء ضمها للمغرب وعقبت ورحب بها على مستوى الإقليم اللي هي الساقية الحمراء والذي والذي كانت في إسبانيا وامتدت أفكارها وشراراتها إلى المناطق الثانية اللي متواجدين فيها الصحراويين كموريتانيا وكالجزائل منين اللي اجتمعت ذي الناس تم التأسيس حسب الرغبة الليبية وخلقة البوليساريو من خلال بيانها التأسيسي ومن خلال عملية الخنق انتباه الجزائر لوجودها وبدأت تخرص في مكوينها وفكارها ومنطلقات قيادتها هي شنهو وشنهو وشنهو الخلفيات المرجعيات الفكرية وصبح تتخرص للقضية ما هو من المنطلق الآن اللي فرضه الشعار المحمول واللي هو تحرير الأرض وترضى الاستعمار نحن عادت دانية بحثها اعلى ووضع واحد بجرد بالأفكار اللي في هذا الشباب اللي هو جاي 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 من مختلف مناطق وفعلا كلها يتأثر بالجهة اللي الجهة اللي قاري فيها والجهة اللي رابي فيها والجهة اللي عايش فيها والجهة اللي كان نحن نعرفه على ان البوليساريوم هاش هاتي تخطى عام والاثنين اللي عادت خليط من ثقافيات خليط من التحصيل العلمي الاختالف من منطقة لمنطقة وعادت خليط من التيارات كانت هي هي السائدة في المنطقة قبل ذلك المرحلة ديالة التأسيس فإذن هناك من أتوا من المغرب قطعا عنهم سابقي جول الصورة كانوا مخرطين في أعزاب سياسية في منظمات طلابية كانوا موجودين كانوا خالقين هناك من ينتمون للجزائر الأفكار الززائر عاشهم على الززائر علق المدى استقلاله سنة ثانية وستين واللي طبعا على أن ما قدوا ينقال عنهم يكون جزائرين كيف الثاني ما قدوا ينقال عنهم يكون عنهم كانوا مغاربة والثاني كانوا جزائرين ونفس الشيء بالنسبة للموريتاني وخاصة للموريتاني فيها تيارات ذيك ساعة واللي قطعا عنها فيها المتشبع بالقومي فيها المتشبع بالبعث فيها المتشبع بالمارك السلينين الشيوعي بالبعث هذا كامل عادي يكون واحد الخريط في السنوات الأولى اللي هو بوليساري وخليق واحد من التجاذبات الفكرية في طار النقاشات ولكن كان دائما لم يسيطر فوق ده كامل هو ذاك السبع اللي يقول أنا عنه ما يقدر يعيش معه زعيم وفعلا رفض عنه يعيش معه زعيم ومات في ذيك العملية اللي يخطط له بإحكامه اللي هو الولي مصطفى السيد اللي كان محدودية اللي عند البوليساري وقلت الفكتيف قلت المكون البشري القواعد أنا ذاك وقلت الامكانيات اللي فرضت واحد النوع من الجدل نقوله على أنه إيجابي بين تلك الأفكار اللي ربما أنها متناقضة تناقض البلد اللي جاي منه كل واحد مع الثاني هذا كامل مع قلت الامكانيات اللي واسع نخلق واحد النوع منها وهذا كامل طبعا واقع فوق التراب الجزائري لأن التراب الجزائري هي التراب اللي كانت أمن فيها البوليساريو عناصرها منذ البداية رغم أنها التراب الموريتاني كان مفتوح على مصر عائلة للصحراء ومن ذلك كان مفتوحا للصحراء إلى اليوم جزاهم الله خيرا نتيجة للانتماء للعنصر الواحد اللي هو عنصر البداية فإذن هذه التيارات هذه التيارات هذه التيارات الفكرية وهذه الانتماءات الانتماءات الوطنية والله المواطنية العناصر البوليساريو وقياداتها الأولية هو هو اللي واسع على أن تخلق واحد النوع من التحليل ووضع منظار المخابرات الججائرية يكتضمن استمراريتها خصة الدخل وقطع عنها الدخلت والدخلت بعناصر البوليساريو ضد عناصر البوليساريو والمؤتمر الثاني واللي سبقوا واللي عقبوا تقريبا عامين واحد سابقوا واحد عقبوا كان كافي بيحدد للززائر منهما قيات البوليساريو ومنه اللي عطوا تختار منه ومنه الصالح لهم ومنه الموصالح لهم ترجمة نانسي قنقر